ماذا فعل نهاد حجاج المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيل يحيى الكوم يقدم استئلته تارك الإسماعيلي يغرق في المشاكل والديون ويصارع في مسلس الهبوط إن لم يكن بالمركز الأخير بالدوري ورفض كل رموز الإسماعيلي وعلى رأسهم أسامة خليل وعلى بوجريشة تحمل المسئولية والكل هرب تارك الإسماعيلي يعاني بشدة وجمهوره يحترق لتخرج اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي ونائبه محمد شيحة وتسبح ضد الطيار في ظروف صعبة جدا وكان الله في عنها ليخرج لنا نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للإسماعيلي وفي ظل بداية خطوات الدرويش للهروب من شبح الهبوط بحكم مجلس الدولة ببطلان قرار التعيين سؤالي موجه لناهاد حجاج ماذا تريد من الإسماعيلي؟ وهل لو تم اختيارك في عضوية اللجنة المؤقتة كنت ستفعل ما فعلت؟ ارحمه جمهور الدرويش وأحب أن ألفت نظر سيادة المستشار نهاد حجاج أنك صرحت قبل ذلك وقلت إنه لو صدر الحكم ببطلان قرار تعيين اللجنة المؤقتة للإسماعيلي لم تطالب بتنفيذ الحكم وهل ترى إن هذا الحكم في صالح الإسماعيلي وجمهوره في هذا التوقيت في ظل وجود الدرويش بمركز ليس ببعيد عن مراكز الهبوط إلى دور المظليم؟